مشاهدين نتوقف مع هذه الصور على ما يبدو هناك الإعلام المصري يتحدث عن مقتل ثمانية عشر شخصاً وإصابة أربعة وعشرين آخرين بعد انقلاب أوتوبيس أو حافلة نقل في قناة مائية بالمنصورة أو ما يعرف بالترعة وفق اللهجة المصرية في انقلاب أوتوبيس كان فيه ركاب حوالي خمسين راكب تم انقربهم في ترعة بجوار مدينة أجا بمحافظة الدقالية يعني لحد الآن انتشروا 16 جثمان ومزاد البحث جاري الآن من الإنقاذ النهري في ترعة أجا